موسيقى مشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية وهذه أبرز الأنباء موسيقى الرئيس التونسي يعلن العمل على تحديد جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد موسيقى استمرار الاحتجاجات في السودان والشرطة في تورطها في مقتل متظاهرين موسيقى بعد ضلبها من كبار المستهلكين استغلال مخزونها النفطي بايدن يقود حربا مباشرة على أوبيك فلاس موسيقى الجزائر ترفع من وطيرة صادراتها نحو أفريقيا وتطلق أكبر قافلة نحو موريطانيا والسينيغال موسيقى موسيقى مرحبا بكم قال الرئيس التونسي قيس عيد إنه يعمل على ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين سعيد وخلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء شدد على استقلالية القضاء في بلاده نحن نعمل ليلا نهارا على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين القضاء هو قضاء الدولة التونسية القضاء كما ورد في الدستور مستقل التونسيون يريدون تطهير البلاد ولا طريق إلى التطهير وتشسيده إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات عن الموضوع معنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي تونسي باسي الترجمان أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا تحياتي لك ولكفة الأخوة في الجزائر الحبيبة مرحبا كيف نفهم قرار سعيد ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات طبعا على النظام السياسي يعني في البداية هذا ليس جديدا لأن الرئيس قيس سعيد كان قد تحدث منذ البداية أن هذا القانون الانتخابي وهذا الدستور أصبح خارج الزمن وأصبح غير قابل للتحقيق والتقدم بتونس ولا بد من تغييره وبالتالي بعد أربعة أشهر من 25 جوليا أصبح اليوم ملحم أن يكون هناك تغيير لهذا القانون الانتخابي الكارثي الذي يسمح بأن يكون مجلس النواب في تونس هو المجلس الذي يختفي تحت قبته اللصوص والمافيات ولبيات التهريب وعصابات طبيض الأموال وحماية الإرهاب وبالتالي اليوم الشعب التونسي كان ينتظر هذه القرارات من الرئيس قيس سعيد وهذا أمر ليس مفاجئا لكنه يأتي في سياقه الطبيعي ويثير حالة من الارتياح الكبرى لأننا في تونس ولله الحمد نعلم أن الرئيس قيس سعيد رجل صادق عندما يقول شيء يلتزن به ويقوم بتحقيقه نحن نعرف أن إعلان الخطوة جاء بعد لقائم بين اتحاد الشغل والحكومة وبعد اتصال جمع سعيد بالطبوب هل هناك توافق بين النقابة والرئاسة حول ذلك هناك توافق بين الرئاسة والشعب حول ذلك والنقابة جزء من الشعب وبالتالي هذا التوافق هو توافق بين رئيس الجمهورية والشعب والاتحاد العام التونسي للشغل كأكبر منظمة نقابية تقف مساندة لأبناء شعبها لأن هؤلاء العماء والموظفين الذين تضرروا من منظومة الفساد ودفعوا غاليا ثمن هذا الفساد الذي ضرب سنس السبع سنوات الماضية هم جزء من هذا الشعب الذي خرج مساندا للرئيس الجمهورية 25 يوليو وبالتالي ليس هناك هناك توافق وطني عام الاتحاد العام التونسي للشغل هو جزء منه على امتداد تاريخه كان جزءا وسيبقى جزءا من هذا التوافق نعم أستاذ باسل كسؤال آخر هل المقصود مباشرة تغيير طبيعة نظام الحكم من برلماني طبعا إلى رئاسي وكيف ستتم هذه الإصلاحات ليس هناك رغبة بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي هناك مشروع دستور سيكون سيتم طرحه فيما بعد على الاستفتاء الشعبي ومصدقة المواطنين عليه هناك ستفتح منصات إلكترونية لكي يشارك الجميع بطرح أفكار من أجل هذا التغيير ثم تقوم لجنة مختصة من أساتيس القانون للدستور والمختصين في كلاب الدستات بالسياغة هذه المقترحات وجملة القضايا الأساسية التي لا يمكن تغييرها في تونس وبالتالي ثم ترحوا على الاستفتاء القضية هي قضية توافق وتناغم بين الرغبات الشعبية الواقع المجتمعي في تونس والحقائق التي يفرضها لن يكون هناك دستور يسبح بعدم مساءلة من قام بالفساد في تونس ويكون بوابة لحماية الفاسدين والتفاصل من العقاب ولتدمير الدولة الدستور سيكون وفيا لتضحيات الشعب التونسي على امتداد تاريخه ووفيا للثورة التونسية نعم هذه الخطوة هل ستتخذ قبل فتح الحوار أم بعده؟ باعتقد أننا اليوم في مراحل الحوار سيقود إلى بكراجات سيتم أخذ بعين الاعتبار في الدستور هناك منصات حوار مع الشباب مع المواطنين ستفتح سيكون هناك تفاعل في هذه ستأخذ ستكون هناك الرجاب مختصة ثم سيتم صياغات القضية ليست بهذه الصعوبة أو هذا التعقيد ولكن هناك أطراف ترفض أن يكون هناك رأي لأبناء الشعب لأبناء تونس في مستقبلهم هناك أطراف تريد أن تستبر في دور الوصاية التاريخية على الشعب التونسي وهي التي تقرر له كل ما جرى من كوارث في العشر سنوات الماضية يرفضون أن يعترفوا بالنتائجها ويريدون أن يعتبروها أنها هي المخرج الوحيد لهم لم يفهموا أن الشعب التونسي لفظ كل منظومة رقب الخمسة وعشرين جوليا ولم يعد قابلا لابد بها ولا من كان بها أشكرك أشكرك جزيلا الشكر الإعلامي والمحلل السياسي باسل ترجمان شكرا جزيلا لكامرة ثانية كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من تونس في موضوع آخر فادت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بلغ 16 مرشحا إلى غاية الخميس تزامنا مع ذلك أحالت بيانات أو أحيلت بيانات عشرة مرشحين للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية وقالت المفوضية أن هذا الإجراء القانوني يأتي في إطار حرس المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلابات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية عقدت شرطة السودانية مؤتمرا صحفيا بشأن المظاهرات التي خرجت في الخرطوم الأربعاء والتي خلفت قتلى وجرحا أقول من جانب آخر أكدت مصادر إعلامية سودانية عودة الاتصالات وشبكة الأنترنات تدريجية يبدو أن المشهد السياسي في السودان يتجه نحو مزيد من التعقيد فبعد تصعيد الشارع الأخير وتضارب الأرقام بخصوص سقوط قتلى وجرحا خرجت الشرطة السودانية في مؤتمر صحفي أكدت فيه قوة الأمن أنها تعرضت لاعتداءات من قبل المتظاهرين يومي الثالث عشر والسابع عشر نوفمبر الجاري ما أسفر عن وقوع قتيل في صفوف الشرطة وإصابة العشرات نؤكد لكم نحن في قوات الشرطة أن الإعلاميون شركاء أساسيين في العملية الأمنية وفي إدارة هذا البلاد بتمليك الحقائق للمواطنين والرأي العام المحلي والعالمي في المسيرات الفترة الأكيرة أصبحنا نشاهد أرغام للوفيات في بواب الغنوات الفضائية في حين أنه في الواقع أو حتى لدينا تمراض تراغب جزاء ومواصل من المناطق العاصمة في الواقع تكون هناك ليس مسئولات حسنة موجودة على الأرض أو هي أعداد محدودة ولو يتم التعامل مع واصل الأفراد الشرطة أو واطل الشرطة توضيحات شرطة السودانية تأتي بعد تأكيد لجنة الأطباء السودانية مقتل أكثر من عشرة متظاهرين إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في احتجاجات الأربعاء الرافضة قرارات البرهان خاصة بعد تصعيد المعارضة لهجتها وتهديدها بتنفيذ عسيان مدني وإضربات وتشير آخر الأخبار من الخرطم إلى موجة اعتقالات جديدة في صفوف متظاهرين ظلوا طوال الليل في شمال السودان أمام الحواجز بحسب مصادر إعلامية سودانية أكدت كذلك عودة شبكة الاتصالات تدريجياً الخميس بعد أن ظلت مقطوعة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي هذا وأكد الصحفي السوداني أحمد عبدالغاني في مداخلة مع قناة الجزائر الدولية أكد أن المشهد السياسي يزداد تعقداً بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها العاصمة الخرطوم تطور الأوضافي المشهد السياسي السوداني خلال الأيام الماضية بسبب تمترس كل طرف في موقفه هذه الخطوة قادت إلى تعقيد المشهد السياسي بصورة كبيرة خاصة بين المكوينين العسكري والبدن في الحكومة الانتقالية فهذه الخطوة أيضاً أدت إلى تظاهرات الأمس التي خرجت في عدد من مدن السودان المختلفة خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم التي شهدت أعمال عنف راحت ضحيتها حوالي 15 شخصاً بحسب البيانة الصادر عن رجنة الأطباء المركزية وهي رجنة مستقلة غالماً ما تتحدث عن هذه الأقام والإحصائيات بينما تحدثت الشرطة في مؤتمر الصحفيين اليوم حول هذه الأحداث وقالت إنها لم تستخدم الرصاص الحي تجاه المتضاحين فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصاراً باسم إكواس فرضت عقوبات ضد أزيد من 140 عضواً في الحكومة الانتقالية في مالي بمن فيهم رئيسها بينما لم تشمل العقوبات الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري الكولونال أصيميغويتا الأجهزة الانتقالية في مالي تحت طائلة عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات شملت 148 مسؤولين بينهم 27 وزيراً يتقدمهم رئيس الحكومة الانتقالية شوغي الكوكالامايغا و 121 عضو من المجلس الوطني الانتقالي المالي قرار فرض العقوبات يعود إلى اجتماع لقادة الإكواس عقد في السابع نوفمبر الجارية بعد اتهام قادة المنظمة الإفريقية مسؤولين ماليين بعرقلة إجراء الانتخابات الشاملة في السابع والعشرين من شهر فبراير القادم كان متوقعاً إلى حد كبير فرض عقوبات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الحكومة الانتقالية في مالي فبعد أن أبلقت الحكومة رئيس المجلس بأنه من المستحيل أن يتم تنظيم انتخابات في السابع والعشرين من فبراير المقبل كان متوقعاً في القمة المسقرة التي تم عقدها لهذا القرض فرض عقوبات على المجلس الانتقالي وعلى الحكومة الانتقالية في مالي وبالتالي فرض الإكواس عقوبات هي لأول مرة في تاريخ المؤسسة يتم فيها تجميد أوصول أموال من فرضت عليهم العقوبات ويمنعون كذلك من السفار العقوبات التي تراوحت بين تجميد أصولنا ومنع من السفر إلى دول الإكواس استثنت الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكرية الكولونيل أسيمي كويتا الذي قاد انقلابين وأطاح برئيسين في مالية في أقل من سنة إعذاء الهاشمي كويتا قائد الانقلاب العسكري في مالي من العقوبات هو بسبب الضغوط الروسية على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نحن الآن أمام طبخة سياسية يحاول الإكواس أن يصنم وجهه بها بالرغم من التأذير الروسي الذي وبات واضحا جدا من خلال هذه العقوبات عقوبات الإكواس تتزامن مع أزمة ديبلوماسية في العلاقات الفرنسية المالية وإن أظهرت المنظمة الإفريقية عدم ترحيب بتحركات المؤسسات التي تشكلت في مالية بعد انقلاب شهر ماي الماضي إلا أنها برأي مراقبين باستثنائها قائد المجلس العسكري من عقوباتها تبعث رسالة مفادها ترك قناة مفتوحة للتواصل بين الإكواس وباماكو أكد الرئيس البركنابي أن الاختلالات الملاحظة في مكافحة الإرهاب سيتم تصحيحها تأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على المقر التابع للجيش في المناطق الشمالية إلى أكثر من خمسين شخصا من جهتها نددت المعارضة بما اعتبرته تقاعس الحكومة في محاربة الإرهاب اتخذنا بالفعل جملة من التدابع وسيخضع جميع الأشخاص المعنيين لعقوبات تأدبية دون استثناء هكذا رد الرئيس البركنابي كريستان كابوري على إثر الهجوم الإرهابي الآخر على مقر تابع للجيش في منطقة إناطا بالشمال خلف مقتل أكثر من خمسين شخصا ما بين عسكري ومدني كابوري ورغم طرحه عدة سياسات أمنية جديدة شملت حتى إقالة وزراء دفاع على غرار ما حدث بحر هذا الأسبوع يتعرض مؤخرا لانتقادات اللاذعة من المعارضة البوركنابية التي نددت بتقاعس الحكومة في محاربة الإرهاب بل ذهبت أبعد من ذلك باتهام الدولة بالتخلي عن دعم الجيش في ميدان العمليات وأعلنت تعليق مشاركتها في كافة المؤسسات الوطنية خاصة في لجنة متابعة الحوار السياسي ولجنة متابعة وتوجيه المصالحة الوطنية ردود فعل غاضبة ومظاهرة شابية شهدتها عدة مدن في البلاد مطالبة باستقالة المسؤولين بسبب ما اعتبره عدم القدرة على وقف الهجمات الإرهابية التي تنفذ غالبا في الشمال والشرق القريبين من مالي ونيجر أو ما أضحى يسمى مثلث الموت وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن سبعة عشر ألفا وخمسمائة شخص غاضر بوركينفاص منذ مطلع العام الحالي بسبب مخاوف أمنية على حياتهم يواصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين جبلته الأمريكية أو الأفريقية بزيارة نيجيريا والسينيغال بعد أن استهلها بكينيا وقال بلينكين في نيروبي إن واشنطن تعمل مع أدي سبابا والاتحاد الأفريقي لممارسة الضغط على كافة الأطراف لوقف القتال في إثيوبيا تعين الأفارقة للبقاء يقضين أمام ما اعتبرها تهديدات للديمقراطية قالت مصادر علامية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من بعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط في العالم ومنها الصين والهند واليابان دراسة استخدام احتياطياتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي يأتي هذا الطلب غير معتاد في وقت يقاوم فيه بايدن ضغوطا سياسية جراء ارتفاع أسعار البنزين ما كان مجرد تحذير وبعيد بات حربا وجودية بين أوبيك بلاس وبايدن الذي دشن بوادر تحالف دولي في مواجهة الكارتل النفطي بالكشف عن طلبات أمريكية لكبار المستهلكين للنفط قصد استخدام احتياطاتهم الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الخام وما ترتب عنه من زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المعنية بالطلب الأمريكي شاملة الهند واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين التي وإن اختلفت المواقف وتباينت الاستراتيجيات الأمريكية مع ما تراه بيكين فإن مصلحة خفض أسعار الذهب الأسود قد يدفع ثاني اقتصاديات العالم للاستفاف إلى جانب واشنطن في توجه صيني نادر في مواجهة ما تسميه إدارة البيت الأبيض بتمرد كبار المنتجين لا تتوانى إدارة بايدن في استغلال جميع الوسائل لصد محاولات التحالف النفطي بقيادة روسية سعودية للخروج عن بيت طاعة دركي العالم في حرب بدايتها رسالة واضحة وملموسة بسحب كميات قد تصل لثلاثين مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أكبر البلدان استهلاكاً للخامي في العالم حرب كسر العظام بين بايدن وأوبك بلاس بدأت فعلياً في وقت يتمسك جل أعضاء التحالف النفطي بمواقفه إزاء مواصلة سياسة رفع الإنتاج التدريجي بحدود أربعمائة ألف برميل يومياً خلال ديسمبر المقبل بالتزام مع توقعات بعودة العالم إلى تخمة المعروض في غضون الربع الأول من العام القادم عن الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر خدمة سكايب من تكساس الأمريكية الخبير النفطي أنس الحجي أهلاً بكم سيدي يا مرحباً حياكم الله أهلاً وسهلاً طلب أمريكي غير معتاد باللجوء إلى الاحتياط النفطي في أكبر الدول المستهلكة هل هي حرب تشنها واشنطن على أوبك بلاس تحديداً؟ لا يمكن أن يكون ذلك هو حرب على أوبك دعني أذكر بعض الحقائق في هذه الحالة الحقيقة الأولى أن شعبية بايدن في تدهور مستمر في الأسبوع الأخيرة حتى محاولاته ترويج القانون الجديد اللي هو حزمة المالية الجديدة لإنعاش الاقتصاد فيما يتعلق بالبنية التحتية لم تنجح واستمرت الأرقام بالهبوط فهو في حاجة إلى أي شيء لزيادة شعبيته الأمر الآخر عندما نتكلم عن المخزون الاستراتيجي المفروض أن يذهب إلى وكال الطاقة الدولية هذا ما حصل قديماً وهذا ما حصل خلال العقدين الماضيين لماذا لم يذهب إلى وكال الطاقة الدولية؟ لأن وكال الطاقة الدولية قالت أن هناك فائض في الأسواق أو سيكون هناك فائض في الأسواق لذلك ليس هناك عجز في أسواق النفط بدليل الارتفاع المخزون الأمريكي بنحو 20 مليون برميل في الأشبيع الأخيرة الأمر الثالث لماذا اختيار هذه الدول بالذات؟ كما ذكرتم في التقرير عندكم الهند عندكم الصين، عندكم اليابان، عندكم كوريا الجنوبية ولماذا اللجوء لهم والكميات التي سيفرجوا عنها كمية قليلة؟ السبب أن كلهم هم عملاء إيران ويشترون من إيران أكبر عملاء إيران هم هذه الدول الأربعة فهل الأمر متعلق في إيران؟ إذن السبب مرتبط بإيران على قولكم؟ نعم، هل يحاول بايدن الضغط على إيران لتأتي إلى طاولة المباحثات وإيران ترفض وبالتالي هو يحاول أن يشدد العقوبات لإجبار إيران على ذلك والفكرة هنا أنهم إذا استخدموا الاحتياط الاستراتيجي فيستطيعوا أن يخففوا وارداتهم من إيران في هذه الحالة دعني أذكر نقطة أساسية هنا بالنسبة للأمن القوم الأمريكي بالنسبة للأمن القوم الأمريكي هناك فكرة قديمة وهي أنه أي شيء يحدد خيارات الأمم المتحدة في التعامل مع أي دولة عالميا هو تهديد الأمن القوم الأمريكي وبالتالي إذا كانت هناك خمس خيارات للتعامل مع إيران أو التعامل مع أي بلد آخر وارتفاع أسعار النفط سيحدد هذه الخيارات الخمسة بثلاثة فقط فيعتبر هذا تهديد الأمن القوم الأمريكي لذلك لو نظرنا له من ناحية انتخابات وموضوع بايدن أو موضوع إيران فهو موضوع مهم بالنسبة لبايدن ولكن غير مرتبط في أوبيك مباشرة فيه سبب آخر وهو تخفيف أزمة البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية هل ترمي هذه الخطة إلى ذلك؟ طبعا موضوع ارتفاع أسعار البنزين هو دائما مشكلة لأي رئيس أمريكي هذا معروف القضية هنا أن استخدام النفط الخام لن يؤثر في أسواق البنزين السبب هو التالي أن المخزون الأمريكي بارتفاع كما ذكرت ارتفاع بحدود 20 مليون برميل في الأسبوع الأخيرة في الوقت نفسه لو قاررنا مدخلات النفط في المصافي الأمريكية في عام 2018 مقارنة بالحالية فهي أقل بنحو مليون برميل يوميا إذن المشكلة في المصافي بعبارة أخرى حتى لو سحبوا النفط من المخزون وجاءوا بها إلى المصافي المصافي لن تستخدمها لأنه ليس هناك طاقة استيعابية للمصافي فلن تحل أزمة البنزين لذلك هناك تفكير تجاه إيران أكثر منه أنه هو أسواق أمريكية نعم كيف تقرؤون توجهات أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد بعد هذا الطلب الأمريكي بشكل عام حتى لو سحبوا 30 40 60 مليون برميل هذا لن يؤثر في الاتجاهات العامة لأن الاتجاهات العامة بارتفاع وهناك نقص يكون هناك نقص شديد خلال 24 شهر القادمة بسبب انخفاض الاستثمارات في السنوات الأخيرة ولأسباب أخرى بسبب انتعاش الطلب على النفط وبسبب فشل سياسات الحياد الكربوني في أوروبا وغيرها فهناك عدة مشاكل في المعروض وهناك طلب زائد أيضا فيؤدي إلى هذه الأمور شكرا جزيلا لك الخبير النفطي أنس الحجي كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من تيكساس الأمريكية في خبر آخر شرع البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتعويض خونة الثورة الجزائرية المعروفين باسم الحركة في إطار تجسيد تعهدات سابقة للرئيس إمانويل ماكرو خطوة تضع ماكرو أمام انتقادات أو قوة سياسية باستغلال الملف لصالح مشروعه الانتخابي مسرعا رغبته بكسب رهان الحركة الجزائريين في سباقه نحو الإليزيه البرلمان الفرنسي يشرع في الترجمة القانونية لخطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو أمام ممثلي هذه الفئة شهر سبتمبر الماضي ببدء مناقشة مشروع قانون اعتذار منهم ماكرو الذي يمضي أبعد من أسلافه عبر اعترافه بالتقصير في حق الحركة وعائلاتهم كما أكد في محطة متتالية يجد نفسه أمام انتقادات قوى سياسية داخلية تقر بأن ملف الحركة لا يعد أن يكون مجرد ورقة انتخابية يحاول بها استقطاب جزء هام منهم وتعزيز قبوله لدى أطياف أخرى على غرار كتلة اليمين المناوئة لمشروع مصالحة الذاكرة مع الجزائر زعيمة الطيار اليميني المتطرف ماري لوبان اعتبرت الخطوة سخاء انتخابيا لن يرمم التهميش الذي عانت منه هذه الفئة بحسبها إذ سبق لمكرون اتهامها عام 2017 بأنها ضالعة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجزائر وفق لوبان فيما أشارت نائب عن حزب الجمهوريين إلى أن ماكرون ينفذ استراتيجية للإغداق على فئة يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه وبغد النظر عن فحو مشروع القانون الذي يمنح امتيازات غير مسبقة لخوانة الثورة الجزائرية فإن الخطوة التي تصنف بحسب الطبقة السياسية في الجزائر في خانة استفزاز مشاعر الجزائريين تظل مسألة فرنسية داخلية بحتة بحسب السلطات في الجزائر فهي تعني علاقة فرنسا بمواطنين حسم خيارهم لصالحها في خبر آخر أدانت الجزائر بشدة الهجمات التي هزت العاصمة الأغندية كامبالا والتي خلفت مقتلى ستة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر تدعم أغندا شعبا وحكومة ضد العدوان الإرهابي وتتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين تعرف ألمانيا تضاعفا مرعبا في عدد الإصابات وضع مقلق يدعو إلى التجند من أجل تفادي تعقد الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا والتي تضرب القارة الأوروبية ومن المتوقع أن تزيد حدتها من مع نهاية العام الجاري حزب المختصين بعدما دقت عشر دول أوروبية الأصبوع الفارط ناقوس الخطر جراء تفشي المخيف لفيروس كورونا يبدو أن ألمانيا قد أطلقت صافرة الإنذار محذرة من وضع كارثي سيعرفه البلد بسبب الارتفاع الخاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 الذي تجاوز حاجزة 53 ألف حالة يومياً مع التزيد المرعب في عدد الوفيات الوضع الوبائي الحالي كارثي لا أستطيع وصفه بشكل مغير الموجة الرابعة ضربت بلدنا بكل قوة ورغم توفر أرضية ملائمة تتطابق والطبيعة الاستعجالية للجائحة ليس لدي شك أننا في خضم وطعية صعبة حالة الإصابة اليومية بكوفيد-19 هي الأعلى منذ بداية الجائحة وعدد المصابين في ارتفاع جد سريع والأكثر رعباً هو عدد الموت في البلد موجة رابعة تضرب واحدة من أكبر وأقوى الدول الأوروبية ألمانيا حسب ما أفاد به خبراء رغم أن برلين كانت سباقة لعمليات التلقيح التي عرفت كذلك موجة احتجاجات رافضة لها بالنسبة لألمانيا اللقاحات وصلت تقريباً 68% يعني هذا شيء كويس بس طبعاً غير كافي لتحقيق مناعة القطيع أكيد المستشفيات يعني ما توقع أنه بعد شيء أسبوعين تسكر يعني ما تقدر تستقبل مرضى وفي ناس لهلأ يعني ألمان يعني تقريباً شيء 30% ما بدأ يتلقحوا الوضع بألمانيا سيء هل العالم اليوم مستعد لمواجهة أخرى مع هذا الفيروس؟ وهل أوروبا ستكون بؤرة جديدة لمتحورات كورونا؟ طرحت شركة أسترازينيكا الخميس عقاراً وقائياً يحمي من مراضي كوفيد-19 يعطى عن طريق الحق لغير المصابين ليكون متاحاً في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف وقالت أسترازينيكا أن هذا العقار المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة يوفر حماية بنسبة 83% لمدة ستة أشهر يعتقد البعض أن اللجوء لاستخدام السجارة الإلكترونية قد يكون بديلاً لسجارة التقليدية ولذلك يثير استعمال هذا النوع من السجائر جدلاً لدى خبراء الصحة حول نجاعتها في التخلص من الإدمان على التدخين انخفاض مضطرد في عدد المدخنين حول العالم خلال العامين الماضيين مقارنة بما كان عليه في الأعوام الفارطة انخفاض يصدق استشراف منظمة الصحة العالمية بانخفاض عدد المدخنين بنحو 1.27 مليار شخص بحلول عام 2025 أرقام يعتبرها البعض مبهجة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الفارطة فالعالم يواجه بالطبع كارثة رضمى بسبب التدخين والأمراض التي يسببها للإنسان على كل الكرة الأرضية وكل الدول وكل الشعوب معنية بهذا الأمر فعلان المنظمة الصحة بأنه عدد المدخنين ضعفة نوعا ما أو نقصة بالنسبة للخمس سنوات الماضية هذا بالطبع مفرح ومجد يسعدنا نحن كأطباء وكخصائيين بينما الكارثة الوهية ارتفاع عدد المدخنين في الدول الفقيرة والدول العربية بالأصح وخاصة عند المرأة في العالم العربي يرى بعض الملاحظين أن انخفاض حدد المدخنين عبر العالم يعودوا إلى استعمال السجارة الإلكترونية كألية طبية اعتمدتها بريطانيا مؤخرا لتحل محل السجارة العادية فما مدى صحة ذلك؟ هل التدخين عن طريق البخار أو لواء يعني الليفابوريزاتور هذا يعني هو مفيد لكن ليس مفيد لكي أشجع أن يستعمله لا هو مفيد لمرحلة ما لننقص من أثر التدخين العادي عن طريق التبغى عن طريق السجارة في أوروبا فهذا كذلك يؤثر جدا ويؤثر جدا ومهلك عند المدخنين أكثر من عند غير المدخنين فلذا نصيحتي لكل ما يشاهدون أبتعد عن التدخين تماما إن لم تستطيع أن تبتعد عن التدخين غير سلوك التدخين أبتعد عن السجارة لأنه فيها تقريبا 1265 سم من قاتل في السجارة فيها الطوليان، بنزان، أسيت سانيدريك، سيلفيريك، كلوريك، لأسيت كلوريدريك، لامونيوم كل البنزين، القودرون فيها حتى القودرون تبغى فلذا أنصح كل المشاهد الكريم أبتعد عن التدخين يثير حظر استخدام السجارة الإلكترونية في أكثر من 30 دولة في العالم تساؤلات بشأن نجاعة هذا المنتج فيما تقيد استخدامه نحو 80 دولة بينما لم تسن بقية الدول أي تشريعات بشأن السجارة الإلكترونية التي تحذر منظمة الصحة العالمية من مخاطرها لاحتوائها مادة النيكوتين المذرة بالصحة أخبارنا مستمرة من قناة الجزائر الدولية لإقتصاد بعد قليل مرحبا بكم ومرحبا بالزميل وليد وأخبار الاختصاد أهلا زميلي عبدالغفور إذن في الحصد الاقتصادي ترجع مخزن النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى لهم منذ 2003 وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزنات الخام بمقدار أكثر من مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر نوفمبر الجاري مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها مليون وأربعمائة ألف برميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جهتها أعلنت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطات الاستراتيجية في الصين عن الشروع في سحب كميات من النفط والاحتياطات الاستراتيجية لديها وقالت المتحدثة باسم الهيئة لوكلة بلوميرغ إن الإدارة الصينية تستعد في الوقت الحالي لعملية السحب من احتياطي النفط دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كمية النفط المسحوبة وكذلك موعد بيعها على الموقع الخاص بها في شأن متصل ترجع تسعر النفط الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي مسجلة أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بفعل تنامي مخاوف من زيادة المعروض في السوق وترجع سعر خامي برانت القياسي العالمي خلال تعاملاته المبكرة اليوم عند أدنى مستوياته منذ شهر متراجعا إلى تسعة وسبعين فاصلة ثمانية دولار للبرميل بانخفاض ستة أعشر مئوية عن جلسة الإغلاق السابقة ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الخفيف إلى سبعة وسبعين فاصلة ستة دولار للبرميل بتراجع بلغ واحد في المئة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي في شأن منفصل أبدى وزير الطاقة الجزائرية سعد الجزائري محمد عرقاب استعداد مجموعة سنطراك المملكة للدولة لإنتاج كميات هائلة من الوقود الأخضر ضمن مساعي تحقيق الانتقال الطاقوي المسؤول الجزائري ذكر أن بلاده تحوز على بنية تحتية ومشاءات ضخمة من شأنها تمكين سنطراك من دخول إنتاج المصدر الطاقوي الصديق الجزائر تطلق أولى خطواتها للتوجه نحو الوقود الأخضر بكشف الحكومة عن خطة لتوفير كميات وصفها وزير الطاقة الجزائري بالهائلة بتوفر البلاد على منشآة وبنى تحتية تمكنها من اقتحام مجال صناعة هذا الوقود من بابه الواسع الجزائر شاركت في بانل حول الهيدروجين وكيفية تطوير هذه الطاقة الجديدة الجزائر عندها إمكانية هائلة وكذلك أكدنا في البانل أن الجزائر عندها إمكانية هائلة من بنية تحتية وهيكل جاهزة عند صناعة راك لكي تنشأ هذا الطاقة البديلة الجديدة وكذلك صناعة راك متمكنة من تكنولوجيا وكذلك عندها الكفاءة اللازمة للتأقلم مع هذا الطاقة الجديدة وزير الطاقة الجزائري أبد استعداد مجموعة صناعة راك المملكة للدولة لخوض معركة الوقود الأخضر ضمن مساعي تحقيق الانتقال الطاقوي وتكييف نشاط المجمع وفق مخرجة قمة المناخ الأخيرة كان لنا مشاركة في مائدة مصديرة وكذلك في بانل المائدة المصديرة كانت محورها هو دور الغاز بالنسبة لكذلك للانتقال الطاقوي وكذلك خلاصة الكوب 26 وكذلك كيفية التعامل مع كل القرارات الدولية بالنسبة للطاقات الأحفرية ومشاركتها في الانتقال الطاقوي مساعي متتالية للذهاب نحو مصادر الطاقة النظيفة ستمكن البلاد من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفئة بنسبة 7% فيما أبدت استعدادها للوصول إلى تقليصها إلى 22% في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي من 28 شاحنة محملة بسلع جزائرية موجهة للتصدير برا نحو دولتي موريطانيا وسنغال القافلة تنقل 820 طنا من مختلف السلع ستقطع نحو 4000 كم على مدار 11 يوما التغطية لناريم الحمالي تتوالى مساعي الجزائر لتعزيز تواجدها في أسواق غرب إفريقيا عبر البوابة الموريطانية بتنظيم قافلة جديدة لتصدير المنتجات المحلية في مبادرة ضمت 28 شاحنة نصف مقطورة من المنتظر أن تقطع مسافة تقارب 4000 كم على مدار 11 يوما هذه الشاحنات التي ستجوب صحراء الجزائرية والصحراء الموريطانية لكي تصل إلى موريطانيا ثم إلى السنغال بعد تقريبا 10 أيام إلى 11 يوم وهذا تحدي وهذا دليل على شجاعة ودليل على وطنية هؤلاء السائقين والمرافقين الذين سوف يتخطون الصعاب من أجل رفع أرقام التصدير الجزائرية وبالتالي فأعتقد بأن هذه القافلة هي الرد على من كان يعتقد بأنه سوف يبث فينا الرعب والخوف من عدد من التصدير وبالتالي أثبتنا اليوم بأننا نحن أهل التحدي القافلة ستمكن من تصدير 480 طن من المنتجات الجزائرية الموجهة إلى السوق الموريطانية كلكم تعلمون جيدا بأن التصدير أصبح مهنة التصدير أصبح شيء ضروري بالنسبة للإقتصاد الجزائري وبالتالي وجودنا في هذه العملية ما هي إلا إشارة مننا إشارة من السلطات العمومية على بقائنا والدوام عملنا من أجل عملية تصديرية القافلة ذاتها تضم ثلاثة شاحنات ستتجه إلى العاصمة السينغالية في إطار مشاركة الجزائر في فعاليات الطبعة التاسعة والعشرين لمعرض داكار الدولية المعرض الدولي لداكار الذي سينظم إن شاء الله عن قريب والذي سوف تشارك فيه الجزائر ب60 عارض وبالتالي هذه البضائع التي أرسلت اليوم من أجل مشاركة في هذا المؤتمر مبادرة جزائرية أخرى ترسم لتوجه جزائري متصاعد نحو الأسواق الإفريقية بإقرار مزيد من الخطوات الملموسة في اقتحام أسواق تمثل أكثر من 300 مليون مستهلك وزير تجارة الجزائري كاميرزي كشف عن تنظيم الجزائر أزياد من مائة قافلة تجارية نقلت حوالي 64 ألف طن من المنتجات الجزائرية نحو خمس دول إفريقية تعدى حاجز 2 مليار دولار الآن تكلم على 4 إلى 5 وهذا شيء طيب شيء جيد شيء رائع بالنسبة للقتصاد الوطني هذا ما خلق الحمد لله تنافس كبير عند المتعامل الاقتصادي من أجل ولوج إلى التصدير كما رأيتم رغم السعب نشوفوا عدد المصدرين يتزاد يوم بعد يوم نشوفوا حجم التصدير وشعب التصدير تزداد يوم بعد يوم وهذا نتيجة سياسة رشيدة كما أشرت إليها سريفا للسيد الرئيس وأيضا للحكومة وبالتالي نشتغل يد في اليد سنرفع الأرقام التصدير إلى أرقام تليقه بمقام الشعب الجزائري تليقه بمقام الدولة الجزائرية وتليقه بمقام الإمكانات الهائلة البشرية والمادية الموجودة لها آخر خبر في الحصد الاقتصادي أعود إليك سمين عبدالغفور شكرا جزيلا لك الزميل وليد مذكور مشاهدين الكرام أخبارنا متواصلة رياضة مرحبا بكم من جديد ومرحبا بالزميل كريم بالعربي وأخبار رياضة عبدالغفور مساء الخير أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الموعد الرياضي إذن ككل سنة تعود ذكرى ملحمة أم درمان لتصنع الحدث فيها الجزائر كيف لو هي الذكرى التي غيرت مجرع الكرى الجزائرية في سنواتها الأخيرة لكن الاختلاف هذه السنة هو إمكانية تواجه المنتخبين الجزائري والمصري في مباراة السد من تصفية كأس العالم قطر 2022 12 سنة كاملة تمر على أحد أشهر المباريات التي شهدتها القارة الإفريقية مباراة السد المؤهلة لكأس العالم 2010 التي جمعت منتخبية الجزائر ومصر في أم درمان بالسودان والتي عرفت أهل الجزائر إلى المحفل العالمي يوم الثامن عشر نوفمبر يبقى يوما تاريخيا بالنسبة للجزائر وجماهيرها التي تستعيد فيه كل سنة ذكريات هذا اللقاء البطولي الذي تمكن فيه جيل بوغرة عن تريحيا بالحاج وغيرهم من الظفر ببطاقة التأهل لكأس العالم بالبرازيل على حساب الجيل الذهبي للمنتخب المصري بقيادة أبو تريكا متعب وعمروزك اليوم بعد 12 سنة على ملحمة أم درمان كما يطلق عليها قد يتجدد اللقاء بين المنتخبين بمناسبة المباراة الفاصلة المؤهلة لمدال قطر 2022 شهر مارس القادم بتواجد مصر في تصنيف الثاني والجزائر في تصنيف الأول هذا وتأمل الجماهير الجزائرية ملاقات المنتخب المصري وإعادة سيناريو 2009 خاصة في ظل تعلق منتخبها المتواجب البطولة الإفريقية الأخيرة بجيل يقوده نجم المنسي ترياذ محرز في حين تريد الجماهير المصرية موجهة الجزائر قصد إعادة الاعتبار والثأر لتلك الهزيمة بقيادة أحد النجوم العالميين محمد صلح في موضوع آخر تستعد دولة قطر لاحتضان نهايات كأس العالم شهر نوفمبر من السنة المقبلة تظاهر تجمع أقوى المتخبات العالمية يحتضنها بلد عربي لأول مرة في التاريخ منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم سنة 2010 دخلت قطر في سباق مع الزمن لوضع مخطط يضمن لها الوفاء بوعدها في تنظيم نسخة استثنائية من المونديال طبعة لم يعرفها العالم من قبل على ما تقول ومع انطلاق العد التنزولي للعرس الأكبر على الإطلاق الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 365 يوم تقف أمامها قطر متاهبة لشارة الانطلاق شغفا منها لاستعراض نجاحها أمام من شككوا في مد قدرتها على تجهيز ملاعب ومشاءات رياضية وبنى تحتية تضمن استقبال أكثر من مليون مناصر وزائر وسائح بلد الأوريكس تمكن إلى الآن من تجهيز 95% من مشاريعه التي حافظت من خلالها على العراقة وواكبت في ذات الوقت الحداثة قطر فكرت في كل شيء مترو إقامة سياحة رياضة ومتعة المونديال معطيات أثبتت في أكثر من مناسبة رياضية استضافتها قطر ويبقى الامتحان الذي يعطي الجواب اليقين قبل مونديال 2022 هو موندياليتو العرب الذي ينطلق نهاية الشهر الحالي وأمام كل هذا يزداد سعي جل المنتخبات التي لم تتأهل بعد إلى هذا المحفل العالمي للظفر بمقعد يضمن تسجيل اسم كل منتخب مشاركين في مونديال عالمي بعبق عربي وصل مساء اليوم جثمان الملاكمة السابق لصيف حماني إلى الجزائر بعدما توفي الأربعاء الفرد بها العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 71 سنة وكان في استقبال جثمان الراحل بالقاعة الشرفية التابعة لمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة المستشار بها الرئاسة عبد الحافظ علهم ووزير الخارجية رمطان العمامرة بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وعدد من الوجوه البارزة في الساحة الرياضية الراحل سيوارا الثرى ظهر الغد بمسقط رأسه بولاية تيزي وزو سيوارا الثرى ظهر الغد خسرنا بطلا وخسرت أبي إنه نصفي الحمد لله أخضرناه إلى أرض الوطن أشكر الرئيس الجزائري حبد المجيد تبون الذي قدم تعزيه لكل عائلة حماني أشكر الرئيس الجزائري حماني قالوا له بدي الجنسية باشي مثل الفرنسة قالوا له لا لا ونشهد بلي إلي نصوناليستي حبل جزائر ومثل جزائر وليوم أفقدنا أفقدناها الله يرحمه حماني ما نقدوش نسوها ما مات بسحنا في أذاننا ما زالوا عي أنا عندي راحي ما نقدوش نسوها أنا أعزي عائلة لوصف حماني وعائلة الرياضية الجزائرية وخاصة عائلة الملاكامة لوصف حماني برحمة الله يعني أرحمه عليه اللي كان خلى آثر كبير في الملاكامة الجزائرية وكان أجلب عدة ملاكمين لهذه الرياضية أعلن دولي الكاميروني السابق ساموال إيطو ترشحها رسميا لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الذي أصبح شاغيرا عقب إلغاء رئاسة سيدون بومبو جويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية ويأتي ترشح إيطو في ظل الأزمة التي يعاني منها الاتحاد الكاميروني منذ عدة أشهر حيث يعول نجم برشلونة السابق على إعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية خاصة وأن بلاده مقبلة على احتضان كأس أمم إفريقيا جنفية الداخل ويعد ساموال إيطو أحد الوجوه البارزة في كرة القدم العالمية والإفريقية حيث لعبا لعدة تندية أوروبية على غيرار برشلونة الإنتر تشلسي ومايوركا الإسباني وغيرها كما يعتبر إطوال هدف التاريخي لأمم إفريقيا الفائز بلقبها مرة بهذا وشهدنا الأفاضل نسأل إلى ختم الموعد الرياضي شكرا لكم على حسين إصغايا والمتابعة عودة لك عبد الغفو شكرا جزيلا لك الزميل كريم في خبر الآخر توفي يوم أمس المجاهد والرئيس الشرف لجمعية العلماء المسلمين سليمان بشنون عن عمر الناهزة 98 عاما قضاها في خدمة الجزائر نتعرف على مسيرته في هذه الورقة إذا تحدثنا عن الثورة فهو واحد من أبطالها وإذا خضنا في تفاصيل القلم هو واحد من مجاهدي العلم كيف لا وهو من أهم أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيسها الشرفي هو العالم الفذ سليمان بشنون المولود في السادس من ماي من عام 1923 بمدينة ميلة شرق الجزائر التحق بمسجد القرية وحفظ القرآن في سن الثالثة عشرة وأشرف فيما بعد على مدرسة بتكسنة وألقى فيها دروس التعليم الديني واللغوي وفي سنة 1945 انتقل إلى مدرسة العرب تبسي بعدها شد الرحال إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة حيث مكث هناك إلى غاية 1951 وبعد ذلك عاد إلى الجزائر فعينه الشيخ البشير الإبراهيمي معلماً بدار الحديث بتلمسان التحق الشيخ بشنون بالثورة عام 1955 كغيره من الطلبة والأساتذة المنخرطين في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين انقطعوا عن الدراسة والتدريس لمباشرة نضال المعارك بعد نضال الإصلاح الفكري أصدر بشنون أكثر من عشرين مؤلفاً منها الإصلاح والصلاح والجذور الشعبية في الحركة الإصلاحية وكتاب المربعات الإنسانية في الشريعة الإسلامية كتب بشنون من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة وكذا محاربة الغزو الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية عينا رئيساً شرفياً للجمعية رفقة العلامة الطاهر أيت علجت شغل بشنون منصب مستشار لوزير الشؤون الدينية سنة 1987 ثم تفرغ لإلقاء الدروس والخطب في العديد من مساجد الجزائر كما كتب في مجلة الجيش وجريدة البصائر رحل العالم الزاهد الذي أفنى عمره في الإصلاح فهو شيخ أصله ثابت في الأرض وفرعه في السماء ختام نشرة الحصاد إلى التذكير بأبرز العنوين الرئيس التونسي يعلن العمل على تحديد جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد استمرار الاحتجاجات في السودان والشرطة في تورطها في مقتل متظاهرين بعد طلبها من كبار المستهلكين استغلال مخزونها النفطي بايدن يقود حربا مباشرة على أوبيك بلاس الجزائر ترفع من وطيرة صادراتها نحو أفريقيا وتطلق أكبر قافلة نحو موريتانيا والسينيغال وتابعتم معنا أيضا ميركل تصف الموجة الرابعة من كورونا في ألمانيا بالمأساوية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة